السلام عليكم الإخوة والأخوات مرحبا بكم في الفيديو جديد وكنتمنى تكون أمركم كاملة على خير اليوم في هذه الحلقة بغيت نجاوب على الأسئلة اللي طرحتوا علينا يعني في التعليق في القناة وكنشكركم بزاف على التعليق للكم أرقية فإن شاء الله في هذه الحلقة سنحاول نجاوب على جميع الأسئلة ونوضح بزاف للأمور لأن الأسئلة دائما نحاول نجاوب عليها على شكل فيديو باش الجميع يستفد لأن ربما هذا السؤال يكون عند واحد عدد كبير من الناس إذن باش إن شاء الله نطلقه ونجاوبه على جميع الأسئلة خليكم معنا بعد الفاصل إن شاء الله إذن عودنا إليكم إخواني أخواتي مرة أخرى وقبل ما نجاوب على الأسئلة كنقول لكم شكرا بزاف على التعليق اللي كتخليوا لنا في القناة وحتف صفحة دينا على الفيسبوك وهذا الشيء هذا كي يبين على أنكم يعني من المحبين دي القناة ومتتبعين ومن الأناس الراقيين اللي دائما كيبغوا يتواصلوا معنا ودائما يبغوا أنهم يطرحوا لنا أسئلة ويدعوهم معنا إتستيغا فبين سور ما قدرش أني نحط جميع التعاليق يعني في الفيديو لأن التعاليق ديكم كتير ولي الحمد وهذا الشيء هذا زوين وكيحفزنا أننا باش نستمروا إن شاء الله لكن بالنسبة لأسئلة حاولت أني نأخذها كاملة باش نجاوب عليها إن شاء الله اليوم إذن فغادي نبدو بأول سؤال اللي توصلت بي عن طريق الفيسبوك يعني في الصفحة اللي هو دي الواحد السيدة قتلية الله يخليك أنا كان فهم اللي كيدوي معي وإنما ما كان عارفش نعبر شنو الحل دابا إلا لحظة واحد القضية هذي دائما كنت كنقولها الناس اللي كيكونوا مثلا كي يقرؤوا اللغة الفرنسية أولا عندهم واحد الإشكال فيها يعني في القضية للتواصل تقول له فأكيد أنت غادي تكون من الناس اللي كيكون لما تهدر معي شو أحد أن فرنسي كي يقدر يفهم أشنو وصل له كامساج هذي دائما يهدر معاه وإنما بشي يجاوبه كي يلقى مشكل تقول كوي في صراحة أنا في هاد القضية هذي إذن هاد الناس هذو أنا كم أريد أن أقول لكم فأنتو ما ديجا في واحد اللي هو مزيان ديجا في واحد اللي هو مزيان علاش دابكين مثلا النوع اللي كيكون أقل مستوى هو الإنسان اللي كتدوم عن أن فرنسي ما تفهمكش فأنت ديجا كتفهم هذه أول حاجة ثاني حاجة ما زال ما انطرقتيش المرحلة لدي أنك أنت تتجاوب على المعلومة اللي توصلت بها أو للسؤال توصلت به إذن شنو الحل الحل هنا إذا بغيت وتلاحظه هو أنه لما الإنسان تتواصل معك علاش أنت كتفهمه كتفهمه لأنك أنت ديجا عندك مفردات كتف عندك 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 يعني انطلاق عندك الحوار كامل وخانت يعني ما كتكونش يعني فهمتي جميع الكلمات وإنما قدرت تخرج بوحد النتيجة أنه انطلاق عندك الحوار دياله أو عندك لديسكوغ دياله قدرت أنك تعرف عشنا هو المحتوى أو الفكرة اللي كتتضمن هذا الكلام دياله كامل إذن قدرت تخرج بوحد النتيجة وإنما باش تتواصل معاه إذن فكي يكون عندك المشكل تكون عندك المشكل في تركيب الجملة سأعطيكم مثال بسيط باش تفهموش نريد أن نوصل مثلا إذا جئت أنا خرجت معك الزنقة وقلت لك خليك قل لي يا شنية هذه غريج قل لي يا بينسيو غريك طموبيل عارفها طموبيل علش هل تتعرفها رب حلاف خاز إذا جئت طموبيل مثلا وحلينها كلها حيثنا لها الروايد حيثنا لها الفولان حيثنا لها الكراسا وقلنا لك جمع shoreline كيف كانت في الرابعة لكن أنت علمت من شركت assault هل تتعرف orbit جمعها لا ت circulating وإذا تستطيعون ح في الجانب لها الهندسة الميكانيكية السيارات ومشي من مهندس ميكانيكي وتخصص بالميكانيك لك UE تجمع هذه السيارة. فكذلك مثال أنت مهندس في المجال الجملة لكي تستطيع تجمعها. يعني لكي تكون مهندس الجمل في اللغة الفرنسية يجب أن تقرأ الدرس القواعد. كيف يقرأ الميكانيكي الذي يمشي في الكتوبة ويقرأ الميكانيسيان؟ ليس ذلك؟ تأخذ الفكرة الميكانيسيان هو الإنسان الذي لديه غاراج والبنوات وينفق في البنوات. لا، لكن الميكانيكي يجب أن تقرأ الدرس. هناك الكالكول والرديم والميكانيسيان. هناك أمور. نعرف ما هو المعدل الذي سيستعمل. ما سيستحمل الحرارة أو لا. ما سيكون في جهة الموتر أو ما سيكون. ما سيكون الموتر الساعة قدر. ما سيسخن؟ هناك دراسات كالدار. يعني سيكون بغتتود التي تكلفت الأمور. يعني أن يكونوا إنجينيور والتكنيسيان في هذا الدرس. المهم نرجع على الموضوع. إذن بالنسبة لهذا السؤال هذا اللي بغيت نقول هو أنه كيتطلب منكم الأمر أنكم ترجعوا القواعد ترجعوا القواعد تقدروا أنكم عودين تتولفوا أنكم تسمعوا أنكم تقرأوا بصورة مرتفعة سوف نقولها بالنسبة لهذا السؤال هذا. بالنسبة لهذا السيدة. كنت أطلب منك إذا كنت لم تشاهد الفيديو دي في القناة. نتمنى أنك تشاهدهم. أنا سأخبركم أين المقاطع. بالنسبة للمقاطع. إذا كنت لم تشاهد الفيديو. إذا كنت لم تشاهد الفيديو. من الممكن أن تدخلوا إلى كمسا. كتلقوا لديكم كتوبة بلاي ليست. ستجلق على كمسا. وإنفوا كتلقي. ستجلق لديك هذا اللي يدوصي هذا. ستجلق تقنيات تعلم اللغات وبدء المطالعة. ستجلق عليه. كمسا ستجلق المقاطع عندك. في هذا الجانب كاملين. المقطع رقم واحد. المقطع رقم جوج رقم ثلاثة. ستجلق كذلك أنه عندك. المقطع رقم رقم ربعة. خمسة وستة. المقطع رقم ربعة. المقطع رقم خمسة. المقطع رقم ستة. هم ثلاثة بهم اللي كنت تكلم فيهم. اللي سيعونكم باش أنكم تستفدو إن شاء الله. و لكن هكما كان قصيش. هالثلاثة اللوالحة هما كذلك مهمين. خصوصا الأول والثاني. الأول والثاني. ثالثة شوية أدابي شوية تخصوصي. إذا هده ما المقطع إخواني أخواتي. اللي تكلمت عليهم. وبينسوغ الإنسان أرجع ليهم. باش أنه يستفد من المعلومات اللي كنت كنقول. و من بعد إذا لقى هذا الشي اللي أنا قلته. فيه باقي شي سؤال. أنا ما جاوبت عليه في هذا كل الفيديو. يقدر ترحوا لي. باش أنا نقدر نجاوبه على سؤال دياله. حاجة وحدة أخرى بات نقول لكم. باش نستوهاد الباب. هو أنه بنسبة القواعد ديال اللغة الفرنسية. كقرامير، كونجوغازون، أورتوغراف، لكسيك. هذا شي كامل إن شاء الله غادي نديروه. من بعد الو كونفينمون. لأنه دباف هاد المداد ديالكونفينمون. شوية أنا مزيّر معا. عندي بزاف ديالزاكتيفيتي. فمن كيش لي أنني نحط نام بورتوكوا. يعني نصاب إين فيديو غيب الزربة ولوح. ما كنبريش ندى ذلك الخدمة. كامرين حتي عجب قواعد دا. غالين بدأ وعودين. غالين دوزو دبا السئلة أخرى إن شاء الله. إدن عندنا هنا واحد المساج. C'est un commentaire من ترفيح عن الناس من نتتعبين و من نحبين من القناة Je suis content de découvrir votre chaîne D'une part, elle est très riche d'informations Et d'autre part, c'est grâce à vous Que j'ai découvert des applications utiles pour améliorer ma langue C'est un mot anglais Bonne continuation J'ai hâte pour la prochaine vidéo Donc vraiment, هدلل les messages بحالك qui حفزوك انك بشتري لأن السيدة تقول أنها يعني فرحانة حي تكتشفت تعرفات على لاشين دينا أولا لأنها غنية بالمعلومات وتاني حاجة يعني بفضل المجهودات دينا قدرت أن تكتشف ديزابليكاسيون واللي كتكلم عليهم هما يكيني في المقطع رقم 4 المقطع رقم 5 والمقطع رقم 6 رقمي في ديكالاليس لوريتكم أنها كتشفة ديزابليكاسيون غير عونها باش تقرأ و باش تسمع و باش أنها تواكب اللغة الفرنسية كل يوم فهذه حاجة زوينة و كتحفز و كنشكرك أختي على هاد الميساج و كنت منال كل توفيق معنا إن شاء الله بالنسبة الميساج وحده هو إيسي فو كونيسي اوسي ديزاستوس بو أبخونر لانجليه اي لا ميليوري دونك باش نلقوا ديزاستوس أو يعني باش نتعلموا لانجليه و باش نطوروها بانسور رقمت لكم واحد الفيديو في القناة اللي كانت وفي على واحد لاشين ديال نيتفليكس هتلقوا الفيديو على هاد الجانب هذا تقدرو انكم تشوفوه وإنما بطبيعة الحال بغيت نقول لكم على أنني عندي لكم الجديد في هاد الباب فريمان عندي لكم بزاف ديال الامور اللي غادي ان شاء الله نبرطجها معكم ما ما ننضعش عليكم بسال لانا غا نبغي نوضح كيف ما تندير انا كنبغي نحط الحاجة بقواعدها لانا كيسمعونا امهات كيسمعونا اباء كيسمعونا يعني اطفال صغر اذا هاد الناس هادو كاملين باش يقدروا يعاونوا ولادهم اولاد صغر باش يقدروا انهم يتعاملوا مع الاشياء كان بغي انا بنفسي نبينها ونقدمها باش يقدروا انهم يتبقوا معي المراحل فهاد الامور اللي بغيت النقش عليه النقش معكم اللي عندها كذلك بلالونج انجليز كتطلب مني شو ديال الوقت بغيت غا نقدها ان شاء الله في دي فيديو وغادي نقدمها لكم ان شاء الله وغادي يستفدو منها مزيان مزيان ان شاء الله فبقي دائما على تواصل معنا ومرحبا بك حتى انتي كذلك حاجة واحدة اخرى عنا سؤال بالنسبة للراديو بلا انتغنت وش نقدر نسميه هذا القاضي للراديو كيتكلم على المقطع رقم 4 اللي شرحت فيه ذاك الابليكاسيون ديال الراديو انا غادي نجاوبك على اساس ان هذا الراديو بالنسبة للابليكاسيون هي كتخدم اولين يعني كتحتاج الانتغنت لان ذاك الراديو ماشي ارضي ماشي ارضي يعني ماشي ديال المغرب ديال المغرب عادي غادي غادي لكيت في التليفون وغادي تديره في ودنك وغادي تقسسسنط ماكينش مشكي لاحطى الله القنوات المغربية وانما هذي نو هذي ابلكاسيون اللي كتحاول جمع لنا قنوات يعني من كل بقاع العالم اذا باش تجمع لنا هذي القنوات كي غادا تدير إلا ما كانش لا كونيكسيون فالا كونيكسيون ضروريه باش تقدر انك اسمع للراديو هذي مفاشل عدرا كوندر ابلكاسيون اللي كينف المقطع خمسة والابلكاسيون اللي كينف المقطع الخمسة للاpunktها ما كيحتاجو انترنت كيحتاجوه في المرة الليله الاولى لما كتبريت أن تتليشارجة ليفر لما تتليشارجة ليفر سوف للابلكاسيون اللي دخل المقطع الخمسة وليديه استى مليك تتليشارجة هوم سافيذك ساعة تقدر انك هم تسعماش الكنيكسيون تقول ليك تفتح ليفر ديالك وتقرأ فيهم بدون اي مشكل هذا جاوبنا عليه كي نوحد أخرى يعني هذا الإنسان يريد أن يقول لنا هذا يريد أن يقول لنا لأنه بالنسبة له يعني يعجبه ويهتم بالفرنسي لأنه يقرأ الفيلوزوفي حاجة وحد أخرى واحد القادة يريد أن نقول لكم في هذه النقطة هذه أخواني أخواتي هي أن كان أقل على أن واحد سيدة كانت قلت لي أنا بغيت نقرأ la langue allemande قلت لي c'est très bien c'est une très bonne langue ومزيان تقرأها وكذا وإنما لماذا بغيت تقرأي الألمانية بالتبتنو بغيت تدري بها مثلا حيث الإنسان له الحر يقرأ يبغى يقرأ العربية يقرأ الأمازيغية يقرأ الفرنسية يقرأ اليابانية له الحرية كله عنده مثلا حاجيات خاصة يقرأ الكورية وليس الكورية خدمت ما أو يقرأ يعني تفتح لي أبواب يقرأ معمره لم يكن لديه شيء كان فقد الآمل في الحياة وإنما هذه كل الوغة تفتح لي أبواب فأنا بالنسبة لي الألمانية قلت لي لماذا قلت لي باش نقرأ الفيلوزوفي عن المان قلت لي c'est très bien bravo كنت من لك التوفيق يتتغى ما قلت لك شيء وإنما لاحظوا معي أنا سأقرأ الألمانية باش نقرأ غير فلسفة أونالMO يعني الفلسفة محصورة في الألمانية بالضبط يعني مشيش énormément هدف كبير أنا كان اهدل وجهت نظر ديالي لاحظ الحرية تقرأ الألمانية باش تقرأ فلسفة بالألمانية ولكن مشي هدف كبير cier�� سأت قرأ الألمانية في الجامعة وفلسفة الألمانية في الجامعة في التاريخ الألمانية وفلسفه ديال الدولة اتس تغير. وانا انه يقرأ على المان. انه يقرأ في الجامعة. ويقرأ الفيلوزوفي. انتا اخوة محتاج الفرنسية. وانما يريد نقول انه اذا كان شو وعد يقرأ واحد لا لنقرأ لحد اكس لا داعي. انا غنقرأ الالمانية باش نتقرأ الفلسفة بالالمانية. يعني باش تقرأ كال ماركس بالالمانية. ماشي ضروري. نقدر نقرأ بفرنسي نقدر نقرأ بالعربية مع العلم أنه إلي يجي تقرأ الفلسفة بالعربية رات تعبير تكون أحسن من اللغات الأخرى أنا كنوجهة نظر لي لي كنقول يعني ما كنقصيش اللغات الأخرى وكنت نقول كالفلسفة بالضبط وعليك نقول لهذه الهدرة هذه إلا رجعته غير تاريخياً ستلقاه أنه يعني في القانون التاسع يعني دار الحكمة إلا رجعته تشوفوا دار الحكمة شنو كانت كتدير إتساتيغا فدار الحكمة كانت مهتمة بالترجمة ديل الكتوب من جميع اللغات اللغة اللاتينية اللغة الهندية لأن الهنود التومات بارك الله عندهم محتاريخ عظيم عريق اللغة اليونانية أي لغة إلى اللغة العربية يعني من بعد كانوا ذاك المترجمين يعني متمكنين كيقلسوا مثلا واحد العشرة واحد تقريباً مثلاً ويحاولوا يجتمعوا حول واحد الكتاب ويحاولوا يخدموا عليه ويترجموه لا يدوزوا الترجمة دي لواحد الكلمة أو لواحد الجملة حتى يكونوا متفقين بالإجمع لها وتكونوا متخصصين في مجال الترجمة ماشي نام بوخدوكي كيهدر وكانوا يترجموا ذاك الكتوب ففي آخر لما طفل ما يسيروا ذاك الكتاب كيفاش في نظركم ستكون ذاك الترجمة بينسيو ستكون ترجمة رائعة لهذا كنقول عن الفلسفة باللغة العربية لغة متقونا لأنها خرجت من أيادي يعني عن طريق أيادي اللي هي كتعرف الترجم وكانت خدمات واحد المجهود كبير لدرج أنه كانت كتصرف له صحيحة لهذاك المجهود اللي كانوا كيقوموا به وإنما دار الحكمة للأسف ما كملتش لأنه إلا كتسمعوا بالماغول وكذا هم اللي كانوا يهدموا دار الحكمة وما خلوا فيها تشي حاجة إذن هذا اللي بريت نقول بالنسبة للأخ كنت من الكل التوفيق إن شاء الله هنتمنى أنك تستمر معنا وتتعلم فبالنسبة للوكا ديال كأخويا انترك في الطريق المستقيم لأنك كتبريت تعلم اللغة الفرنسية لأن عندك انت فلا كغياغ ديالك وغا تحتاجها في المغرب بزاف كالوغة تحتاجها في المغرب بزاف فنتمنى إن شاء الله تستمر معنا وبقى معنا على التواصل مرحبا بك أخي حاجة واحدة أخرى بريت نقول بالنسبة للكتوبة لليفغ بيانسور لليفغ لي كيكون تخاذوي ماشي بحل لوريجينة لها دي متافقين عليها يعني بحل ما عندك مثال أنا أتقين الفرنسية أتقين الإسبانية أتقين العربية مثلا إذا لقيت الكتاب On Espanol دي الفلسفة بالإسبانية نتمنى نقرأ بالفلسفة بالإسبانية ما نقراش بالعربية الفرنسية حتى أنا أتقين إسبانية لقيت كتاب مثلا جون بول سارتر بغي كسامبل فجون بول سارتر لقيت كتاب دياله بالفرنسية نقرأه أنا عندي كتوبة دي جون بول سارتر كان قرام أن فرنسي مام صديقة دياله اللي كانت دائما معاه وكتسنده وكتعاونه وديما كتحاول أنها مام تصبر لحويجو اللي هي سيمون دوبووار عندي تهي كتوبة دياله يعني كانت تشوفي أنه واحد إنسان اللي هو عظيم وغادي تكون منه الكينة كيف ما نقول إحنا بالدارجة ففعلا نخلا مراه كتوبة وخلا مراه أفكار لذلك أنا أخذيك واحد الكتاب دياله في الصيف اللي داز وقلت غادي نحاول نبدأ الكتاب دياله جون بول سارتر نعطي واحد صيمانا دياله نحيده نقرأ على راحتي ما قدرت أنا غيكا نحاول نقرأ شي شوية كنوقف ما كان نقدرش نستمر في القراءة لأنه راه كلها تزيده كلها أستركي وقفك لأنه عمر يعني سيدكي كتب فهذه والناس اللي يقدروا أننا نقرأوا ليهم بالفرنسية لأنه سيكون بالفرنسية حسنا أنه يكون من ترجم وإنما كن كان جون بول سارتر شينوي وإنما كن نقرأ شينوي بشن نقرأ جون بول سارتر ما يمكنش لذلك أنا عندي هذه الإيجابية هذي غادي نستغل له لو أنه كان ألماني ما هنقرأش أنا الألمانية بشن نقرأ جون بول سارتر الألمانية لذلك أنا ما ندرش هذه القضية هذه حاجة أخرى عندنا سؤال دابا اللي هو السلام هل قد أستطيع أمتع سيكون بالفرنسي والأنجلي ها فأنا سأقول لكم هذه القضية لدي علاقة على حسب على حسب المجهود للإنسان وعلى حسب القدرة للإستطاعة للإستطاعة نقول لكم لماذا تستطاعة لأنه يدخل فيها العمر كيف يدخل فيها؟ كيف يدخل الإنسان عنديه الوقت وإلاه، كيف يدخل في الوقت للاه؟ كيف يدخل في الوقت؟ كيف يدخل الناس؟ كيف يدخل الإنسان؟ كيف يدخل في الامور؟ أكثر من المرتاحة؟ لذلك هناك معايير عديدة كالدخل في هذا الباب، وليس لا يمكن أن يكون نفصل فيه، أخصنا أنك نخدمه عليه، يعني شخصينا نخدمه عليه ومعننا هكذا هنا، لذلك نحاول نجاوب بطريقة التي ستكون عامة، عامة لا يوجد أيضاً. أريد أن نحاول أن نرى القضية للغاية. أنا أعطيكم واحد المثال الذي لا يتعرفون الكثير من الناس. هناك سؤال، كيف نستطيع أن نتعلم الفرنسي والغاية في طاقة واحدة؟ تخيلوا معي واحد الإنسان مثل في واحد العجل هو أنه سوف يوصل لأنه فاتع عشرين عام. فاتع عشرين عام يعني أنه سوف يتعلم الفرنسي والغاية. أنا كنصح هذا الإنسان يستطيع أن يتعلم بعد اللغة ومن بعد يتعلم لغة أخرى لكي يخلطهم جوج. لا يمكن. لا يمكن. يقدر الصغير يقدر يديره. والصغير يقدر تعلم حتى ربعة خمسة. لا يوجد مشكلة. يقرأ العربية والفرنسي والغاية والأسبانيول. لا يوجد مشكلة. يتعلمهم بربعة بيوم. يتقنهم. لا يوجد شيء يشكل. ويتكلم معك بالدارية في الدار. فالجواب على هذا السؤال، الذي أريد أن نقول بالنسبة للناس الذين يكونوا مثلاً لديهم الفرنسية. يجب أن يدوي بها. يجب أن يدوي بالفرنسية جيداً. لا يوجد مشكلة. ما الذي ستكون اللغة السهلة يتعلمها؟ كيف؟ اللغة الإنجليزية أو اللغة الإسبانية مثلاً؟ أنا سأقول لكم لأنه سيكون لديه سهل الأمر إذا أريد أن تتعلم اللغة الإسبانية. لماذا؟ لأن اللغات هم أصلاً يتعلمون بعض العائلة معينة. يجب أن يكون اللغة الإنجليزية لديها أخواتها. الفرنسي لديها أخواتها. سأشرح لكم. مثلاً اللغة الفرنسية كيف جاءت الفرنسية نحن نسمع لديها اللغة الفرنسية وبدأوا الناس يتعلمها؟ كيف سأشرح لديها لنحاول أن نقرأ اللغة ودخل لديها لديها اللغة الإنجليزية بقى تصبح لديكسيونير؟ لا. لا. يجب أن تعرفوا أن كل اللغة العالم يتعلمون عن طريق الشفاوي يعني عن طريق الشفاوي يعني عن طريق اللغة لنخرجنا في الكري بعد ذلك في الدارجة التي تتكلمون بها كيف كانت مكتوبة؟ لا. كانت تواصلة بها اللغة على هذا بيانسور هي جاءت مشتقة من اللغة العربية الفصحة ولكن العربية الفصحة براسها لم يكن مكتوبة لم يكن كتاب نزلت القواعد باش الناس يتعلموا أ أ أنا أ أنت الناس تتكلم اللغة وبعد ذلك يكتبوها ويضعوا لها النحو ويتستغل درجة أن الحرف لم يكن فيها النقاط كيف سأشرح؟ إذن باش نرجع للموضوع بالنسبة للأخوات اللغة الفرنسية كان الفرنسي الإسبانيول الإسپانيول الإتاليان الرومان المصدر السارد المصدر المصدر الكاتالون ويوجد مختلف سنوات ما سنحاول ان نختصرها في خمسة فرنسي إسبانيول التولي التاليان اللغة يعني نحاول الرومانيزما خمسة دي اللغة اللي كنت تكتبرو أخوات إذا إلا إما إnous سنحن تعلموا الفرنسي أو لا عندي الإسباني يبغي تتعلم فرنسي مغلقاش مشكلة لأن عندهم قواعد عندهم قواعد متقاربة بزاف. علش? لأن الأم دير هاد اللغات كاملين هي اللغة اللاتينية. باقرانتر اللغة الإنجليزية نو. اللغة الإنجليزية الأم ديلها هي لانجليزية جيرمانيك. لانجليزية اعطتنا لانجلي وعطتنا كذلك لالمان. دونك تباب نتانيش وحتي يكون تتكلم بلانجلي بزيان يقدر يتعلم الألمان يقدر فاصل مو يتعلم الألمان وما يلقاش فيها مشكلة. وخايا يكتبان لغة صعبة يتستيغى. مع العلم أن هذه كلمة صعبة ما كانت تقبلهاش لأن أنا بالنسبة لي كان أعتبر أي لغة مش صعبة كان أعتبرها جديدة. علية. مثلا شو حتي يقول لي يا آه نو ما نتعلمتنا الألمانية صعبة نو كولية جديدة عليك. هي حتي بعيدة عليك ما كتعرف على أولو. وإنما إلا بغيتي التعلم وكانت عندك القابلية ستتعلم. لذلك الذي يكون عندهم على الأنغلي يقدر تعلم ألمانية لأنها قريبة لها لأنها تتعامل العائلة لغة جرمانية. إذن إخواني أخواتي التابل الذي سنجعل لكم أفشي في الفيديو هو هذا خذيتم من هذا الكتاب الذي هو إنيسياسيون على لنقويستيك فرانسيز كيفما تتشوفوا الكتاب مغلف لأنه واحد السيدة كان طلبتني عليه الصفل والدخل وإنما أريد أن أقرأي لا أرى أن أقول لها قلت لها مع التراجع وفي آخر المطاف هي التي أغلفته في هذه المطاف إذا لم أكن أخذت كتاب لا تتعلم هذه المطافة ماذا يجدون بالنسبة للمطاقة الجرمانية أعطيتنا للمطاقة للمطاقة الأنغلي الأخوات الألمانية هولندية نورويجية الإسلاندية الدنماركية اللي هي لدانوا هتلقاوا كاينتها هي كذلك كاين سويدية كذلك إتسا تغا دوك هدو هما الأخوات دير الانجلي ساو ديغ الإنسان اللي عندو الانجلي بغي يتعلمات اللغات مغي يلقاش إشكال بحال واحد عندو الفرنسي حيال الفرنسي سيتو لانجلاتين دوك نمشي ونشوفو لكا ديال الانجلاتين اللي هي اللغات اللغة اللّغة اللاتينية اللي هي الفرنسي سيتو كذلك ديال الانج苦 من دكو مغي يتعلمات اللغة الله منك إرهايه اللاجفة ديال الانجلات لكاين Ichim اللغة اللاتينية. وهذه اللغة كاملية تسمى اللغة اندو اروبية. اذا بالنسبة لهذا السؤال انا جاوبت وقلت لكم على اساس انه على حسب. يعني باش تجي و تقول يا غادي تتعلمهم بفضقة وانت ما عندك والو في اللغة بجوجه راه صعيب. لكن عندك معالفرنسي خصقية تحسنها متى عندك معالفرنسي. خصقية تحسنها. ماشي غادي تتعلمها من جديد. وبغي تتعلم لانجلي ماشي مشكل. انا غادي تتعلم لانجلي ازيرو ونحسن الفرنسي. ياباد بخوبلام. نقدر نتمكن ماذا الامر. ولكن انت ما عندك ويلو لهنا لهنا. وبغي تتعلمه بجو دقة واحدة كي غادي تتدير. صعيب. ماشي بحال دري صغير. ولد صغير يقرأ في مدراسة اه اه احد غادي تتعلم من الاول. يقدر تعلمك العربية والفرنسي واللانجلي والاسبانية في دقة واحدة ما عندهوش المشكلة. وفضل تعلم معك الدريجة. ويتقنهم زيان. مشي التفليا. علاج حي تتعرسه خاوي. اذا واش نتعرسك خاوي بحاله? ممكنش. اذا انت وصلت واحد لاج. وعندك عندك اه اه تباعيات. عندك امور. عندك دوروف. عندك اه 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 دراساتك تديرهم. عندك اه اه بزر الحواج مشغول بها. واتش اذا كامل تياخد من وقتك وياخد منطقتك. وتياخد من تركيز ديالك. اذا ممكنش تقولي انك غا تتكون صنطرة مع الدول لانجلي وتتعلمهم خاصك تخوير رازك في مرة. وكي غادي تدير ممكنش. سبيا. ولو اذا ممكنش. اذا ماشي ممكنش. ممكن. وانما صعيبة للغاية. وناديرا. فتلقى واحد الانسان غيقولك انا تعلمت. وماشي شي حاجة لي ممكن. ممكن. وانما الامر غيكون يعني متعيب. متعيب بزاف. وممكن ما تتعلمهم. غا تتخربز. هنا وهنا. وسحبك راك تعلمتي. هادي حاجة اخرى عاو تاني. اذا دبا غني ماشي ونشوفوا سؤال اخر اللي هما. انه هنا. يعني الفرانسي والانجلي. سان توت. لي دو. اه امبورتانت او جو دوي. ايبور يوم يعني. بجبيوهم هما راهم مهمين. وانما احنا اللي كنلاحظو على انه. الانجلي بغيقول هنا. الانجلي بغيقول هنا. الانجلي بغيقول هنا. اتساترا باش نخدمو. اه تي 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 تطلبو منا. انا نجكو عنا لو فرانسي. وي. بنسبة المغرب. الانجلي بغيط نخدم. اه ندفع باش ندوز. ام كونكور. ندوز. ان انترتين. اتساترا. واحد. سعين في المياه. كاتل قارسك. انك سعين في الفرنسية. اذا. اذا عندك الانجلي كتسمة الناتو. يعني بحالك نقوله. واحد الافونتاج بالنسبة لهم. انت عندك افونتاج. ما عندش ناس اخرين. ما اعمل عندك التركيا. عندك الشينوية. عندك الالمانيا. سيطان افونتاج. الله يا خيش. كون كره الانجلي. احنا كنقلبو علم الدواء. راسي كومساتي فكر هو. الاجاف متان غاديج عنده واحد انسان وغير يدفع عليه. عنده يعني. يعني. ان بو نيفو في الفرنسي. يلقى كورامو. يلقى الاراب كورامو. وعنده كدلك الانجلي اسبانيول. اي اي نوتر لانج. بانسور. هذا السيد حسن له من واحد عنده غير الفرنسي مخرجة. وش فانجو. اذا. مزيان. الوه بنسبة المغرب. الناس اللي ديما كيكونوا ضد الفرنسية كيوصلوني بعد التعاليق ما كماش نجاوب على ايجابي. انا كندي ما كنكون ايجابي. كنا بعد تاختي يوصلوني. وها الفرنسية. اش غالي نديرو بيها كده. سافي تنخليها. اه هو حر. تفكر هكا كالله يعاونه. اغاني مو انسان يكون عنده نقض البناء. اذا كنا كنت نديروش عجلة ماشي نورمال. يقدر انه ينسحن الانسان. يقول لي ما تشويش هاتنا تكون منطقية. ماشي يعيب على لغة. انا وخي كل انسان يتعلم لي ما نعرف شمال لغة. نقول لي داكور مزيان. اذا كانت هذه اللغة كنت نفعك مزيان. بكيش مشكلة. اذا نرجع للموطور. بالنسبة للمغرب. فيما يتعلق بالقديد اللغات الفرنسية كتبقاها هي اللغة رقم واحد في المجال المهاني. يعني بغيتيت دوز كونكور او دوز انتروتين غا تحتاج الفرنسي. و بلادك شي حتى مني غادي تدخل تخدم رامني غادي تشكون مثلا كتتواصل مع و او لغة. لو راسبونسابل ديلك او لغة. او لغة. او لغة. و غير كونك انتخافي. جورنالي افر. را يطلب منك تكتب لي احنا او لغة. او لغة. او لغة تعطي 他يطائك انكنت عندي. او لغة. خليك مع هادل محب. او جيب لي ليز اوبسيروش و اشنو قاعا شنو القيتو او مالي ديفايانس لي كانو. اتضراتي. لديس فونكسيان ما اللي كان. هتحاول تساول لي. لغة. ايضاء يبقى يكتب لي بلانغلي بحالة يبقى يقول لديه ما لك يكتب لي باش؟ ان فرانسي. هاد يالو غالك يمشي بها الكل شي. بالنسبة للانغلي. بالنسبة للانغلي بحالة لبن الناس اللي كيكونوا كيقولك اه انا شا ندير انا بالفرانسي. هادو كيكونوا حيثما الفرانسي ما ما وقفاش قدامه. يعني كيكون هو الابر سواء كي دير تجارة او لا. عندو شي مشروع ديالو خاص. او لكي يفكر يمشي البرار. ما بغيش قايب يبقى في المغرب. هاداك تبقى يهدر بحالة ذاك اللغة. اما الناس اللي عايشة في المغرب ومحتاجة الفرنسية. رأى كلهم بغي الفرنسي. لانها تتلقى اما تقرار في مدراسة. اما عندو فهمتي حنسي زياماني. ليس للجامع. اما تكون تابعة في المنمور الباك. بغي يدير. يعني بغي يدير. البيولوجي او الاجيولوجي او بغي يقرأ الاسطور او لا. او درواف ان فرنسي او لا كده. غي يحتاج لاللونج. اذا اللي بغي نقول لكم هو ان الفرنسية. اللي ما باقي يعول انه غادي يكمل من بعض الباكالوريه. القرية ديالو. فلو دومين سيونتيفيك او التكنيك او المهم شي حاجة غا تكون ان فرنسي. او اللي بغي يدوز دي كونكوخ او دي زانتخوتين. عليك بالفرنسية. صافيه ما كيش لهدرا. وبالنسبة لهد القادية اللي عليك بالفرنسية. را قلت لكم ان انا غنخلي لكم. دروس اتساترا. ان شاء الله فاتصيف. غادي كون سيسيلات اللي غادي يعونوكم. مام لا كومنيكاسيون بروفيسيوني. اللي حتي غنعطيكم فادي زيدي. ونعطيكم حتى دي كونسي. كيفاش تعمل مع الانتخوتين. باش تبدوز انتخوتين. كيفاش تجوب علي الكيسيون. كيفاش توجد واحد حالا برزنتاتيون برزنتاتيون ديالك. يعني دون مانيار اللي غا تكون بروفيسيوني ان شاء الله اللي مالا. ممكنش بحدة ببعض. كلكوز انفورماتيون. ممكنش نقولهم انا فلا برزنتاتيون برزنتاتيون ديالي. مثلا غاي سوني هو يقولي اقدم لي راسك. انا بقى نقولي. انا فلان كفرت اللان. او كان ندريسي الكلاب. عندي 12 العام ديال تاكواندو كان ندريسي الكلاب. شنو بغاي يقولينا هذا وشن زي ما يطلقاني الكلاب في الخدمة او لا. يعني كي بعض المعلومات مش هيدار نقولها. نعطي المعلومات اللي هي علي عند علاقة. كي مو كنسرن. ونعطيك كلكوز انفورماتيون اللي غاي كونو اللي هي. او مليو دو تفايل. او بوست. داكو. داكو نتمنى نكون جاوبت على هذا السؤال. داكو ندوز الامر الاخر. هو فيما يتعلق بالقادي ديالي. بمثلا في اللغة الاسبانية نعود لكم على تجريبة ديالي. تجريبة ديالي مع الاسباني يا اخواني اخوتي. هو ان المعنى كنت كنقرها كنت كنقرها في الليسي. قريتها في السنك ياماني في سيز ياماني في الباكالوريا. ففي السنك ياماني أعطيتها واحد اهمية كبيرة. قريتها من واحدة العشرة ارقام. فأعطيتها واحد اهمية كبيرة. قريتها هي لغة جديدة. وقريتها من A-B-C. لماذا لن تتعلمه؟ وعندها في البروغرام. وكنت موعجب بها ومولوع بانني نتعلمها. أعطيتها الوقت الكامل ديالة. كنت كنت كنقرها كل نهار. كنت عندنا تخوات زوج باكسومان. أساس الإسلامية. لقد كانت الكتب المفضلة عندي. لما كنت 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 كتب المفضلة عندي. في المكان ينطق بوسوتروس تبقى ودريك يقولون بوسوتروس المعلم بوتروس في آخر الما طفل الموصلنا للسيزياماني تبدل الوضع ما بقىش قوعد اللغة الجرامير إتساتيغا نو ولا القضية فيها شنو ما هي الهجرة ما هي ما هو التلوث حلل وناقش يعني ناقش ليا رابا راع جبد لي يا ما عندك إلا قريتش حاجة في سن كاماني جبدها هناك تقول لك تدخل فيه في لغي داكسيو ثم المعلم بوتروس ما عاونه مش وتما تخلق واحد الفارق أنه الناس اللي ما كانواش عاطين أهمية في اللغة الإسبانية تلقى فيها مشكل لذلك أنه الخطوة دير هذا الوضع هو أنه هاد الناس هادو اللي منهم أنا كان عندنا المتحان في الوطني في اللغة الإسبانية عواد لونغلي لأن ما قلناش حنا لونغلي قلنا الإسبانية لذلك الوطني كبالإسبانية فتخيل هاد الناس هادو كنت يضحكوا وصلوا الباكالوريا اللي هو يعني لاتخوة زيام آني ديال لابخونتساج ديال لونغ إسبانيول أو أوليسي كيف تغيقل الوضع ديالهم؟ في غي ما كان وضع خيب بزاف حاجة واحدة أخلا بيت نقول لكم هي أنه بغيت نوجه واحد تحية كبيرة لواحد المرأ كينا في مدينة أزرو اللي قلت لي لأنها عندها بنت وديك بنتها ما معرفتش فين تحتها تقرأ اللغة الفرنسية وهي أصلاً ما عندهاش لالونغ فلما شعفت القناة ديالي قلت لي فغيمو فرحت بزاف وكان شكرك بزاف عليك اللي كتدير والأبليكاسيون اللي كان في المقطع رقم خمسة اللي شرحتي لنا راها فغيمو عجبتني بزاف وهي دا بوليت كتدير واحد القضية أنها كتاخد ديك الأبليكاسيون كتحاول تقرأ هي اللولة وكتقلس بنتها وتحاول تقرأها وتشرح لها باش أنها البنتها تستفد أكثر فإن شاء الله هاد المرة هادي كان وعدة أنني غادي ندي الدروس اللي غاي عاونو بنتها ويعاونو احتها هي باش أنها تطور القدر ديالة في اللغة الفرنسية وتقدر تعاون بنتها كذلك إذا ما كنت كتستعب بعض الأمور إلا كان شوية البنت بقى صغيرة ما عفشنا اللاج ديالها بينسوخ وحاجة واحدة أخرى بات نقول لكم هي أنكين واحدة لابليكاسيون اللي هي المقطع رقم 6 اللي كتسمى كوبو هادي غادي ندي لها واحدة لفيديو وواحدة أخرى لأن كنت شرحت كيفاش جبدو دي غومو إتستيغا وصلوني دي مساج كي يقولوا لي راحنا لقينا دي غومو ويكين راه درنا راسنا ربغينا هادوك اللي غومو اللي عندك أنت ما قدرناش لجبدوهم يعني ما عرفوش كيف جبدو دوك اللي غومو اللي يبانو لهم عندي في آخر الفيديو أسيدي أنا غادي ندي لكم واحدة لفيديو وغادي نعطيكم واحدة المقتطف ما غادي نقدرش نهضر اللي غومو واحدة عندي بزاف غادي نحاول عزليكم واحدة العينة دي جارة عزلتها وغادي نبينها لكم فيديو ونخلي لكم الروابط ديال دوك للقيصاص إن شاء الله باش تقدروا أنكم تستافدوا منهم تهوما وتقرأوهم إتستيغا وتكون إن شاء الله يعني إفادة واستفادة للجميع إن شاء الله وكذلك واحدة السيدات وصلت معايا عن طريق رسالة في صفحات دينا في الفيسبوك قلت لي على أن الابليكاسيون اللي كيل في المقطع رقم خمسة عجبت بنتها بزاف والتي يعني هي باسيوني دو ست أبليكاسيون والتي كتتعلم عن طريقها ومشويقها إتستيغا فهذا شي هذا كيف رحني بزاف وهذا هو اللي كيهمني أنا هو أنني نشرح واحد القضية وتوصل الناس آخرين ويستفدوا منها وهذا شي هذا وإن شاء الله هو اللي غادي مقاون ديره دائما باش يستفد الجميع وهكا إخواني أخواتي كنكون وصلنا لنهاية دينات الفيديو كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد وكنشكركم بزاف على التعليق ديركم والأسئلة وعلى التحفيزات ديركم اللي كانت وصلوا بها دائما تعليق راقية من محبين القناة راقيين كنشكركم بزاف وكنتمنى لكم كل التوفيق وما تنسوش أنكم يعدكم السؤال تخلوه لنا في القناة على شكل تعليق فبينسوغ أنا غادي نجاوبكم على جميع الأسئلة ديركم وما زا غادي تشوفوا معنا إن شاء الله المزيد فمرحبا بكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة